مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم قبت لكم وصفة حاجة قد روعة كيف تعملوا الزبادي بالبيت وكمان من هذا الزبادي بعلمكم كيف تعملوا لبنة في البيت طبعا الفيديو حق اللبنة بننزله بوقت آخر لكن اليوم أعملوا الزبادي متماسك وأحلى كتير من حق برع وكميته كمان أكبر تمام من علبة زبادي وكمان نحتاج حليب فقط وبتلاقوا الزبادي زي حق برع شوفوا كيف قوامه وشوفوا كيف متماسك ما شاء الله ولا ينزلوا ولا حاجة وقوامه كده كريمي ومتماسك لذيذ جدا صدقوني إذا عملتوا زبادي بالبيت مستحيل عاد ترقعوا تشترو الزبادي من برع وصراحة يعني عمل الزبادي كده تقربها حلوة وتخليكم دايما تشترو تسووها خلونا نبدأ بالمقادر وطريقة التحضير هنا عندي حليب طبعا عندي لتر من الحليب الحليب العادي إذا بتستخدموا حليب طبيعي فرش لو طريقة ثانية تمام عندي الحليب بقسمه قسمين يعني 500 ملي بغليه بالنار بخليه يسخن على النار فقط يسخن يوصل قبل درجات الغيلايان يعني لا تخلونه شي يغلي بس يسخن والنص التاني شوفوا اش بسوي فيه شوفوا قسمته نصفين الحليب الآن هذا بغليه على النار والنص التاني بخلط فيه علبة زبادي كامل الدسم شوفوا مرات تختلف أنواع الزبادي تمام؟ يعني مرات تاخد منكم علبة وشوية علبة ومعلاقتين وعندي ملعقة صغيرة سكر وملعقة صغيرة حليب بودر إضافة السكر والحليب البودر يخليه كريمي كريم ويخليه نفس حق برع الزبادي هنا الحليب شوفوا خلاص صخن عندي باقي شويه وبغلي خلاص أطلعه من النار ببدأ شوفتوا الحليب النصف اللي خلط فيه الزبادي والحليب والسكر الآن بضيفه بصفاية على الحليب المغلي وبخلطه تمام لازم تخلطه بسرعة لازم تصفوه لازم تصفو الحليب عشان يطلع معاكم كريمي خلاص كده أخفقوه تمام حاولونكم كده شوفوا أني أخدته عشان هنا كده بقى معايا متكتل فحاولت أني أخده خلاص الآن خلطت الزبادي تكون قاهزة طبعا أني بس الآن عملت لي تيست دخلت الصبعي وعدت للخمسة حسيت أني خلاص ما بقدرش استحمل الحرارة شلت صبعي يعني ممتاز الآن بحطه بأي قالب عندكم أي قالب ممكن زبديات صغيرة يعني مطايب صغيرة وفيه كمان فيه علب خاصة للزبادي أو فيه قدور خاصة بالزبادي إذا متوفره معاكم استخدموها طبعا هنا فيه رغوة كده أني أحاول أني أقلبه أو أبعده عشان يطلع على سطح الزبادي أم لست يكون لو فيه رغوة بعدوها أنتم بتشوفوا هذه الرغوة أني أبعده أو أني كده قلبه تروح الآن إش بعمل هنا أنا غليت ماء مغلي خليته كده حق 15 دقيقة بعد الغليان بعدين أضفته يعني عملت للزبادي حمام مائي عرفتوا؟ ممكن بعضهم يدخلونه يولوعوا الفرن ويدخلونه بس أني هذه طريقة أمي الله يرحمي تعودت يعني منه بعد كده غطيته تمام حاولوا أنكم تغطوه بلحاف بأي مكمبل معاكم أي حاجة وتخليوه كده بمكان دافي تقريبا بأيام الصيف ياخد أربع ساعات ولأنه شوية لقوا برد عندي أخد مني ست ساعات وأيام الشتاء ياخد مني 12 ساعة أول ما تحسوا أنه تماسك خلاص سطحه شوفوا تماسك لازم تدخلوا النوت اللاقة ما ينفعش أنكم تخلوه إذا طول الزبادي يرجع يفصل يطلع إيش؟ يطلع الماء تبعوه تمام؟ وحاولوا أنه ما تحركنوهش خلاص بعد كده تدخلوا النوت اللاقة بعد أربع ساعات أو تاني يوم كلوا بالعافية عليكم يكون الزبادي جاهز ما فيش أسهل منه وتاكلوا ألت زبادي ومن هذا الزبادي إن شاء الله يوم ما نعمل لبنة لبنة روعة بعلمكم كيف تعملوا اللبنة حاجة يقدر روعة خلاص الآن استوات أني إيش لما يكون معايا زبادي خلاص قدوب مثلا معايا كمية قليلة أخلي منه زبادي خلاص ما عد أشتري الزبادي أجيب بس حليب أجيب حليب أما طبيعي قد تكون الطبيعي إنه يغلي كتير يعني أجيب من الزبادي حقيه هذا وأضيف له بس للحليب نفس الطريقة بس بالزبادي حقيه القديم هذا كل ما عملتوا بنفس الطريقة كل ما طلع ألد يعني من ذا الزبادي عملتوا الزبادي الثاني يطلع ألد وألد حقكم الزبادي أنتم الآن بتشوفوا هذه الآن اللي عملتوا بالزبادي اللي قبته من برا لكن هادونا الصغار عملتوا بنفس الزبادي اللي أنا عملتوا بس قبت حليب وشوفوا ما شاء الله شوفوا كيف متماسك تقلبوا هذا هو الصح إنه لما ينقلب ما يسقط الزبادي هذا يعني ممتاز ممتاز أنا دايما أعمل الزبادي بالبيت مرات أشتري بالنادر يعني بس دايما يعني لما ألاقي كده عروض في الحليب أخذ حليب وأخذ علبة زبادي وبعد كده خلاص أقلس أعمل الزبادي وأعمل منه نفس طريقتي وكده وخلاص يكون عندي الزبادي حقيب البيت وأعملي اللبنة في البيت يعني شي روعة وشوفوا كيف قلت لكم قوامه هنا عملته باللي عندي العلاب والزبديات اللي عندي موجودة أنا أفضل الزقاق الفخار حلوة المعدن كمان حلو المعدن لو في أساسين في قدر الزبادي يقيم معدن باللي عندكم أعمل وإذا أنتم عندكم طريقة لعمل الزبادي اكتبولي في التعليقات نحن نستفيد من بعض ونقرب يعني طرق بعض واللي حلو يعني أقدر بعدين أعمله وأقول يعني طريقة البنات اللي يعطوني يعني الطريقات اكتبولي دايما في التعليقات أني أقرأ طرقكم والإضافات اللي تضفوها أني كمان أستفيد منكم يعني كلنا نحن نعلم بعض اكتبولي في التعليقات أي حاجة أنتم تعملوها أو تستفيدوا مني تنصحوني فيها أني أعملها اكتبولي وكمان أنا لما أشوف تعليقاتكم يعني تمام وأقرب وده حتى أثبت التعليق ويا الله تعالوا أخذكم هنا معايا يعني أنا قد أغير لكم من روتين الفيديوهات شفوا هنا رحت محل أبو خمسة ولاقت دايما تسألوني على المرش حق الدقيق فلاقت هنا بريال في صغير وفي كبير لاقت أحجام شفوا أشكال تقنن في عالم المنزل في الرياض هذا فأني أقول لهم هذا حق الدقيق يقولوا لي والسكر أقول لهم والقرفة يقولوا لي لا هذه علاب توزيع بس مشكلة مشيتة معاهم قطم خاص علاب توزيع لكن هي تبع الطحين تبع السكر تبع القرفة يعني مرش ورحت طبعا رتاق شفت عندهم أكواب تقنن يا بنات إيش الأكواب حلوة شفوا أنا بقول لكم حاجة لما أجي اختار كوب يعني شفوا مسكت الأكواب كل لو تعرفوا كل الأكواب حلوة وكذا بس لازم الكوب اللي أمسكه لازم كده يدخل قلبي فهمتوا عشان أقدر أشرب فيه الشاهي لأنه لازم أكيف بالشاهي لما يكون الكوب أنا أحبه تمام فكنت أمسك كل كوب كنت أمسكه كنت أقول واللي كده أحسه دخل كده قلبي ومزاقي بأخذه طبعا ولا واحد من هادون الآن بتشوفوا هذا اللي أنا مسكته عقبني كده عقبني حسيت أني أشرب فيه هذا الكوب منهم كلهم شوفوا من الأكواب كل الحلوة يعني حلوة الآن الشتاء حليب وشاي يعني تشرب حليب وعسال وكذا يعني هوت شوكلت وكمان عقبتني هنا حق السكر والكوفي والشاي وهذه أعلبة البهارات حلوة بس هذه مش حلوة أني ما أحبش كده وهنا أصحاب الكيف اللي يحبو كده حين لما تنخلو الكيك حلو كتير هذا المرش عملي أفضل من المنخل داك الكبير ولازم دي كاسات الأحرف وهنا بس أرويكم كيف هنا أنا أحب شوف الصحون اللي تقي بالطول تقي حلوة في التقديمات اللي تقي بالطول مربع وهنا شوف هذه السلة عقبتني اللي معا مطابخ قديدة سووها حلو تحطو فيها للثوم والبصل كده كده ديزاين فوق الكاونتر حق المطبخ كتير حلوة للي حب يعني كده يعني مطبخه قديد عمل قديد مطبخ حلو إنه يحط وتعالوا وفت على فواط المطبخ طبعا أنا عندي إدمان في فواط المطبخ دايما أشتري فواط المطبخ مش عارف إذا أحب مناشف وفواط المطبخ أنتم اكتبولي أحسن حاجة تحبوها في المطبخ وتقمعوها وبس والله وبالعافية لي ولكم إذا عقبكم الفيديو لتنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايكوا كومنتس حلو منكم